قال وزير الصحة وسكان خالد عبدالغفار أنه ناقش مع وزيرات الصحة الفلسطينية ميل كيلة متطلبات قطع الصحة الفلسطينية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيراته الفلسطينية أشار عبدالغفار إلى أهمية تدريب كودرة طبية فلسطينية على بعض التخصصات الدقيقة تناقشنا مع معالي الوزيرة خلال جلسة حوار مشترك لكل الطلبات القطاع الفلسطيني في قطاع الصحة من أهمية تدريب الكوادر الفلسطينية على بعض التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات والمراكز والمعاهد الخاصة بوزارة الصحة والسكان تكلمنا أيضا على توفير بعض الأمصال وبعض الاحتياجات الدوائية من المنتجات المصرية إلى دولة فلسطين كنا أيضا نتشاور من خلال الفترة الماضية ودعم من صندوق الدعم الخاص بجامعة الدول العربية التي تشوف مصر برئاسة المكتب التنفيذي وتنفيذا لتوجهات وزراء الصحة العرب بدعم السلطات الفلسطينية الخاصة بالصحة بكافة التجهيزات والأدوية التي يحتاجها في المحافل طبعا تضامن كامل مع ما يعانيه القطاع الصحي الفلسطيني من صعوبات وتحديات كثيرة نتشاور مع معالي الوزيرة دائما على كافة هذه التحديات سواء من خلال التحاور المشترك المباشر أو من خلال تواجدنا كعضاء في مجلس مزراء الصحة العرب من جانبه أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية ما يلكيل حاجة بلادها لدعم الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر وذلك بسبب ما يواجه القطاع الصحي في فلسطين قدمنا في وفد من أجل زيارة جمهورية مصر الشقيقة التي تجمعنا بها علاقات تاريخية ليس من الآن وإنما منذ الأزل وبالتالي هذه الزيارة نعتبرها مفصل هام من أجل تفعيل كافة الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية الصحة نحن بحاجة إلى دعم الدول الشقيقة وعلى رأسها الشقيقة مصر من أجل فعلا مواجهة القطاع الصحي لكمية الجرحة عدد الكبير للجرحة والشهداء الذين يرتقوا يوميا في الوطن المحتل وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا الدعم